تقول يعني أنا أدعو للوالد فأقول اللهم نور عليه بنور وجهك الكريم أختي الفاضل أمينة بارك الله فيك المشروع للإنسان أن يدعو بالأدعية الشرعية ويقول اللهم اغفر لي أبي اللهم ارحم أبي اللهم وسع عليه قبره اللهم نور له في ضريحه أما أن تقول يا اللهم نوره بنور وجهك لا هذا ما يصلح يا أختي الفاضل أبارك الله فيك لأن الله تعالى له صفة النور وهي لا تشبه صفات النور المخلوق هذا الذي يعرفه الناس يعرفه الناس ولذلك تقول اللهم نور له في قبره وافسح له فيه يعني وأنزل على قبره النور والضياء نعم لكن أن تقول بنور وجهك هذا أولا ليس عليه دليل والأمر الثاني صفة النور لله عز وجل لا تشابه النور المخلوق